المرأة البحرانية في حفل جائزة المرأة العربية لعام 2022 لمؤسسة لندن العربية بالعاصمة البريطانية لندن حيث قامت الأميرة صوفي كونتيست وسكس بمنح الجائزة عن فئة القيادة الاجتماعية لساعدة الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى بن دعيج أهل خليفة وتعكس الجائزة المسيرة المتميزة للدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى بن دعيج أهل خليفة وعطاءها المتواصل سواء من خلال عملها السابق بوزارة الخارجية أو عملها الحالي كأمين عام لمجلس التعليم العالي وما تحققه من إنجازات ملموسة في مختلف المناصب التي تتولاها وقد عربت الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى أهل خليفة عن اعتزازها بهذه الجائزة وامتنانها لما تحظى به المرأة البحرينية من دعم واهتمام كبيرين ومتواصلين من لدن حضرة صاحب الجلالة آهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والجهود الدؤوبة والمساعي المستبرة لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لمواصلة مسيرة تقدم المرأة في مختلف المجالات ومواصلة إنجازاتها على كافة المستويات وفي مختلف المحافل الدولية وعربت عن عميق شكرها للقائمين على تنظيم جائزة المرأة العربية التي تسهم في تعزيز الصورة الحضارية للعالم العربي وإبراز عطائها وتقدمها وإسهاماتها التنموية البارزة اشتركوا في القناة